لكل المحبين تريا مقدمي لكم الجيل الأخير وهو الجيل الرابع من تريا ولكل الأشخاص اللي ما بيعرفوا تريا تريا هو جهاز الليزر المصرح لإله مقبل وزارة الغذاء والصحة العالمية لحتى تتخلصوا تماماً من مشكلة الشعر الزائد الحلو فيه إنه هو بيخلينا نستغني تماماً عن الشيفينج الواكسينج والطرق التقاليدية اللي نحن معوّدين عليها ونحصل على بشرة خلينا نحكي خالية من الشعر تماماً لكن هيدا الجهاز اللي نحن اليوم عم نقدم لكم يهج جهاز تريا هو الجهاز الأفضل لأنه بيعتمد على تقنية الدايود ليزر نفس التقنية اللي بيعتمدوها بالعيادات الطبية وأيضاً بالعيادات الخاصة كمان التجميلية هلأ هيدا الدايود ليزر بنفس التقنية بنفس الجودة جاية لألكم بهيدا الجهاز لحتى يخلصكم تماماً من مشكلة الشعر الزائد أو الغير مرغوب فيه ومثل ما ذكرت كمان ميتا هو مصرح لإله من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA cleared يعني آمن جداً هيدا الليزر للاستخدام بالمنزل والنتيجة اللي بنحصر عليها هي نتيجة صارة طبعاً ما فينا نوصفها شايفين هون قبل وبعد طبعاً لمناطق مختلفة من الجسم نحن فينا نستخدمها على كل الجسم طبعاً شايفين هون قديش منطقة تحت الأبط كمان على الأماكن أو الشعيرات الزائدة اللي بتكون بتدقن كتير زعجيتنا بنتخلص تماماً من مشكلة الشعر الزائد في هذه الأماكن كمان عم نحكي على جهاز لأنه جايحات كتير كبيرة عالمياً ظهر بالعديد من البرامج التلفزيونية ومن أهم هذه البرامج برنامج دكتور أوز دكتورز وكمان ببرنامج أوبرا ونفري ونعرف نحن كمان كل هذه البرامج أنها هي ما بتستقبل أي شيء لغرض إعلاني ولكن لأنها بتكون منتجة فعلاً إلى فائدة لألكم على شو رح تحصلوا؟ رح تحصلوا على تريا الجهاز المتل ما حكينا من بداية الحلقة الوحيد اللي رح يخلصكم تماماً من مشكلة الشعر الزائد طبعاً نحن من قبل فترة صارة استدفنا أريكا بالستوديو هاتي تروس تيفي طبعاً حكيت كلمة عن التطور اللي وصلوا لإله بتريا وقديش أنه الجيل الرابع بيحمل بطياته كتير من الصفات اللي كتير مختلفة خلينا نشوف هيدا الفيديو ونرجع للكوم مرة تاني It's going to get you permanent results in half the time and this is because we've included or updated our technology to include a pulse counter What it does is it's going to count the number of pulses per treatment So you no longer have to guess if you've done a treatment for the proper amount of time Instead you simply reference the treatment guide Okay And then the tria does the work for you Because of this pulse counter that each treatment is more effective So you're going to see permanent results in three months versus six months And you can see from this before and after how fabulous the results are I mean there is no hair there That means no stubble, no ingrown hairs, no razor burn And it's complete freedom from ever having to wax, shave or thread again Is that think about how you wax everyday You're pulling on very delicate skin You're pouring hot wax on very delicate skin on your face The laser is in fact more gentle Because it targets just that hair follicle And it leaves the surrounding cells and your skin cells completely intact and unharmed As you can see the highways using You're looking to apply for any features of the treatment guide You'll be able to apply for measure in three guides You're doing that You will form the flare-all trent You can apply for any systems You're going to apply for lớp personas You can try to apply tar pelos瓜 You have to come up with anerus But you can apply to three guides The 360 guide got warp الجرس ما احنا نضغط عليه رح يبير عنا علامة القفل شايفين هاي دي العلامة هون بيجي دور هاي دا السنسر اللي موجود بأسفل الجهاز لازم بكل بساطة ناخد هاي دا السنسر اوكي ونحطه على الجسم بهاي دي الطريقة اوكي كرما اللي يتفعل معنا الجهاز ويتأكد انه لون برشتنا مناسب رح نشوف ان علامة القفل راحت بعدين فينا نتنقل ما بين المستويات ريا في خمس مستويات في عنا واحد اتنين تلاتة اربعة وخمسة وعننا هون طبعا البطاريات رح تلاحظوا هون علامة او رقم مكتوب هو الصفر شو فايدة هاي دا الرقم رقم هاي دا بيعدلنا كم نبضة نحنا استخدمنا من تري يعني فرعة هون انا حطها على المستويات الخابس رح اجي هيك بدياكم تشوفوا معي اوكي لاحظوا هون الرقم هو مقلوب بس مو مشكلة شايفين ان الرقم قاعد عم يتغير معي اوكي شو صار هون عدد النبضات شايفين سبعة شايفين عدد النبضات اللي انا عملتها سبعة رح نشرح لكم ليش بعدين هاي دي العملية جدا جدا ضرورية وكمان لان رح تحصلوا على كتاب في عدد النبضات اللي لازم تعملوها لكل منطقة صح كمان نحن عم نقدم لكم بهيدي المجموعة مرفق لكم الكالمينج جل وظيفة الكالمينج جل بكل سهولة انه انتو بمجرد ما تاخدوا الكمية اللي انتو بتكون اياها تحطوها على المنطقة اللي انتو بترغبوا بيعي ليجا بيعي الليزر بيساعدنا لحتى يهدي هاي دي المنطقة يبردها بكل سهولة متل ما ذكرت ميتا بتصير فيكم انتو تنتقلوا لبراحل او لمعدل معين من التريا توصلوا للليفل الخامس بكل سهولة. كمان بدنا نحكي لكل منطقة هلأ بهيدي الجنر منترية ما في داعي تحتارو كم نبضة انتو بتكون اياها توصل لالكنكو تايب بقلبو كل المعلومات فوق الشفاة بحاجة انتو لعدد نبطات 25 يعني ما يعادل 2 ل 3 دقايق تحت القبط 100 بكيني 200 الارجل 600 ما في داعي انتو تعدو لانو البلس كاونتر اللي فرجتنا اياها هلأ ميثا هو اللي بيساعدنا لحتى نعمل هيدا الشي وبيعدلنا كمان هيدولة البلس النتائج نرجع ما نذكركم فيها النتائج اللي بتحصلوا فيها عمارة مع تريا نتائج دائمة تتخلصوا تماما من مشكلة الشعر الزائل وهيدي النتائج بتحصلوا عليها انتو عالسريع بمجرد استخدامكن للتريا وهوني عم نشوف النتائج هيدا على منطقة الجسم وكمان على الوجه لانو فيكن تستخدموا تريا على وجهكم هلأ كل الاشخاص اللي قدروا يستفيدوا من تريا يس دفنت لي طبعا تريا الحلو فيه انو فيه سنسر يعني هو لحاله بيقدر يعرف هيدا التقارية المتطورة اذا لون بشرتكم بيناسب ولا لا هلأ طبعا اذا لون بشرتكم مناسب فهو دا يريك لي بينعمله ألوك وبينفتح القفل متل ما انا هلأ عم بستخدمه كمان راح نشوف شارت بيبين لكم شو هي درجات البشرة اللي بتبين لكم او بتكون مناسبة لاستخدام تريا هون شايفين كل الدرجات بيناسبها معادة طبعا الدرجات المعمول عليها اكس وطبعا بيستخدم لكل الوان الشعر الا اذا كانت الشعر صارة لونها احمر اشقر بنية فاتح لانه ما بتقدر ان هي طلقت بصيلة الشعر متل كل انواع الليزر التالية كمان لكل الرجال بيقدروا يستخدموا كمان جهاز تريا ولكن لازم ينتبهوا مصبوط من الرقبة ونزول لانه بتكون البصيلة عنا كتير قاسية اسميكة فما في داعي الرجال يستخدموا ولكن من الرقبة ونزول بالنسبة كمان للصبايا من عند منطقة الانف ونزول سيف لحتى يقدروا يستخدموا جهاز تريا بكل يصول يعني كل شي ما عادى الايبرو يا صباي يعني كل شي بالجسم بدنا يكون للايبروز نحنا بدنا يكون لديهم يدلون عراض وحلوية كمان لكل الاشخاص اللي عم يتساءلوا كيف يعني كيف طريقة الاستخدام على الجسم ولا اسهل لحنشوف نحنا وإياكم اللقطات العصبية كانت موجودة معنا بفقرات سابقة صح هوني الاورلابنج ما يسل بسيح اللي دور كتير مهم بس خلينا نحكي كمان قبل الاورلابن شو التحضيرات اللي لازم نعملها قبل عملية ازالة الشعر متلية اول شي لازم نحن نعمل شيف او نعمل عملية حلاقة للشعر وتكون البشرة كتير نظيفة وطبعا يفضل ان احنا ما نعمل ابدا اي واكسينج لحتى نحافظ على بصيلة الشعر موجودة بالجسم وبعدين نستخدم الكالمينججال هون دور الكالمينججال اللي بيساعد ان يهد البشرة ويقدر يوصلنا الى المستوى الرابع ومستوى الخامس حابين تحصلوا على نتائج سمعوا مني لان انا مجاربة تريا ودايما استخدموا تريا على الجهاز على الليفل الرابع او الليفل الخامس لحتى تشوفوا نتائج جدا فعلا طريق استخدامه هون بقى نرجع لنقطة الاورلابن هلا هون تريا متل ما شفنا او حكينا هو عبارة عن ليزر دايد ليزر نفس التقنية بيستخدموها بالعيادات الدايد ليزر بيطلع من هايدي السيركل اللي موجودة هون هاي دا السيركل لازم نحنا نمشي فيه على الجلد منطقة منطقة يعني كيف شوفوا معي يعني باجي هون بعمل هايدي المنطقة بشيل وبرجع بعمل يا مش بعمل واحدة هون وبعمل واحدة هون لا بدنا لحتى تأكد ان انا مشيت على كل الجسم طب اوكي ما استخدامت تريا ومسلا ما حسيت بنفيجة استخدام الخاطئ كيف استخدام خاطئ بعد ما تكون متأكدين ان احنا عم نستخدم عدد النباطات النباطات نفسه اللي موجود بالكتايب على المنطقة واستل نحنا ما بنحصل نتيجة معنا هيك ان الشعرة ما عم تاخد الليزر شو يعني ما عم تاخد الليزر يعني حرارة الليزر ما بتوصل للبصيلة هاي دا استخدام خاطئ لكن تريا الجيل الرابع عم يعطينا ألارم بنبهك اذا انت استخدمتيه غلط شوفي معي كيف هاي دا الصوت العادي لكن اذا استخدمتيه خطأ سمعت قولي مرتا ايوة شوفت سمعت هاي دا هو صوت يعني انت عم تستخدميني الغلط خلي على البشرة خلي هيك اسمع وبعدين نقله هيك بتكون انتوا متأكدين اليوم بالمية انتوا عم تستفيدوا من أشعة الليزر الموجودة هاي دا هو اللي بيميز الجيل الرابع اللي عم نقدم لكم اياه من تريا انه ما في مجال للخطأ أبدا صح يعني البلسز او النبضات اللي انتوا بتكون اياها بتوصل لالكن كل التعليمات كل منطقة كم نبضة بتكون اياها واذا انتوا كنتوا عم بتوصلوا الليزر مثل ما ذكرت ميتها بطريقة صحيحة الجهاز بيعطيكم صوت واضح جدا انه هاي دا الشي عم بيكون غلط فبالتالي انتوا بترجعوا بتعيدوا هاي دا العملية كمان عم نحكي نحنا على جهاز من شركة رائدة موثقة كل الابحاث تعيتها وكل الدراسات ومثبتة كمان سريريا ولحنشوف نحنا وياكم هاي دا النتائج ولكن قابد خلونا نرجع نذكركم بالنتائج اللي انتوا بتقدروا تحصلوا عليها كتير من الاشخاص بمجرد ما استخدموا تريا قدروا يحصلوا على سبعين بالمية خف عندهم الشعر بعد ثلاثة اشهر من استخدام تريا بس سبعين بالمية نتيجة كتير كبيرة لحتى تتخلصوا انتوا يعني الشعر اللي عم يطلع عم يطلع كتير خفيف وبر يعني ما بقى عم بيدايق ابدا واكيد مع الاستخدام المتكرر لجلسات معينة وكل طبعا كل صبية حسب جسمه وحسب نوع الشعر تاعه هلا طبعا خلينا هيك ارجع اعمل ريكا بما انه لسه معنا شوية وقت سارة بدي ارجع اذكر لانه بيكون في كتير تساؤلات عن طريقة الاستخدام تريا بكل بساطة سهل جدا الاستخدام نحنا هون عنا هيدا الزر ومجرد ما نضغط عليه شايفين هون بيصير عنا علامة اللوك علامة اللوك لازم نفتحها من خلال وجود هيدا السنسر الموجود بالاسفل لازم نحنا نختبر اذا كان الليزر مناسب او تريا مناسب للون بشرتنا او لا هيك فتح معنا اللوك رح نشوف انه اللوك صار انفتح عنا وبين معنا عدد المستويات من الليبل الاول للخامس نضغط واحد اثنين ثلاثة اربع خمسة ويفضل طبعا ان احنا نستخدم دايما على الليبل الرابع او الخامس وهيدا الشي بنقدر نعمله مع وجود الكالمنجل لانه هو بيساعد على تهدئة البشرة والوصول الى اعلى المستويات وكما رح فرجيكم التكتشر تبعه الديش طبعا كمية صغيرة منه هي كمية كافية بنحطها على الجلد بهذه الطريقة ومن بعدها بيساعد على تبريد الجلد وتهدئة الجلد ويوصل للفل كتير عالي واللي هو دايما بينصح انه كل الصبايا يوصلوا للفل عالي اللي يقدروا يحصلوا على النتائج اللي هي بالدنياها حكينا كمان ببداية الفقرة على مدى جودة تريا فور اكس ومدى هايدي الفعالية اكيد كل هايدي الاختبارات كيف عملوا هايدي الجهاز جربوا كتير من العالم والنتائج اللي احنا نستعرضها نحنا وياكم نتائج اللي حصلوا عليها الاشخاص اللي جربوا من قبل تريا فور اكس لحنا نستعرضها نحنا وياكم عنا مية بالمية من الاشخاص حصلوا على نتائج يعني كانوا كتير ستسفايد متل ما منقول وراضين على هايدي النتيجة عنا سبعين بالمية شعر اقل بعد جلستين بس عنا سبعة وتمانين بالمية من المستخدمين لاحظوا انه الشعر اللي طلع بعد ثلاثة اسابيع بس صار انعم ارأ واخف يعني ثلاثة اسابيع ماهمي شي وتريا بتستخدموه مرة واحدة بالاسبوع كيفة لتحصلوا على الجلسة اللي انتو بتكونيها طبعا خليني ارجع زاكركم يعني باول شي شو راح تحصلوا عنا هون راح تحصلوا على تريا مع الكالمنج جالوا شايفين العادل اللي احنا مقدمينه للكم بيسار الشاشة رقم المنتج دايما موجودة هناك طبعا خليني ارجع زاكركم انه هيدا الجهاز خصيصا كان حديث كتير من الاطباء العالميين مثل دكتور اوز وحتى كان له وجود كتير قوي في كتير من البرامج العالمية صار لهيدا السبب ان احنا قررنا احنا قدموا لكل اللي عم يتابعونا وهم كمان يحصلوا على هيدئ الجودة العالية هون لما ظهر ببرنامج دا دكتور اوز وطبعا حكى عنه قديش كتير مهم وهون كمان بدا دكتورس وكمان ظهر كان له طلالة جدا مميزة في برنامج اوبرا فاذا نحنا اليوم عم نقدم لكم الجهاز الاحداث الامثل حتى يخلصكم تماما من مشكلة الشعر الزائد واللي غير مرغوب فيها للسيدات وايضا للرجال بيعتمد على نفس التقنية والليزر بالعيادات الطبية هلا فيكن تحصلوا على نفس هذه النتائج من خلال هيدا الجهاز والباور اللي موجود بتريا فور اكس كافة لحتى تعملوا كافة الجسم وبيبقى معكم كل العمر يعني فيك انتي واختك فيك انتي واختك وكل العيلة لانه عن جد الباور اللي موجود هو جدا كافة رقم المنتج متل ما انتو عم تشوفوا قدامكم على الشاشة اربعة ستة 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 خمسة سفر هلا هون ما تنسوا ان انتو دايما عم تحصلوا على تريا بالاضافة الى الكالمنجيل اللي هو رح يساعدكم انكم تحصلوا او توصلوا الى مستويات العالية من تريا وتكون الجلسة تبعكم عالية الفعالية تخلصوا تماما من مشكلة الشعر الزائد وتوحيدي المشكلة سوى انتم رجال او سيدات ما تريا فورك ترجمة نانسي قنقر